اشتركوا في القناة والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصنع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم في الدوحة مؤخرا بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة كما أشهد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية موضحا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات لأملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية من جانبه أعرب الشيخ فيصل ابن قاسم الثاني عن تشرف أعضاء الرابط من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجددا وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك مؤكدا التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين وقد أكد السادة الرؤساء وممثل الشركات القطرية عن ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك وكذا تعزيز التواصل بين ممثل القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين